بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية في تشكيل وعقد لجان المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية وذلك استعداداً لاستضافة مصر كاب 27 وقالت وزيرة التخطيط هلا السعيد إن المبادرة تأتي في إطار دور مصر الرياضي في مجال التنمية المستدامة وما تليه الدولة من أهداف وأهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات مشيرة إلى أنها تعد مبادرة غير مسبوقة على المستوى العالمي حيث تركز على التنفيذ والتضيق على أرض الواقع